مدخلة السلام عليكم عليكم مدام سمية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسائل يا ستكولة تفضلي بقول له حضرتك أنا جزي مسافر بس يعني اجتمع معي في رمضان وفطرني في اليوم ده فإيه أعمل إيه؟ ده سؤال السؤال التاني هو حالف علي يميني أني ما روحش الحتة دي قالت يبقى محرمة علي زي يمي واختي وأنا عايزة روح المكان ده يبقى إيه وز يعني أنا يبقى أعمل إيه ولا كده يبقى محرمة علي ولا إيه؟ قالك محرمة علي لو روحت المكان الفلاني زي يمي واختي أيوة وحضرتك ما روحتيش لا أنا ما روحتش لسه بس أنا عايزة روح طيب ما تروحيش علشان اليمين بتاع زوجك ده يمين يعني مش يمين طلاق ده يمين ظهار ظهار يعني هنقول لحضرتك الكفرة ده كده عنده كفرتين حاضر في حاجة تانية مادام سمية؟ نا شكرا حاضر يا فاند هقولك إيه؟ يعني لما حضرتك تبقى مسافر وترجع من السفر وانت عارف وعلى يقين النهاردة معادش في حاجة اسمها جالب الحكم الدنيا كلها بقت عارفة الأحكام الناس يعني اللي ما بتقراش وتكتب ومش متعلمة عارفين كده حكم الجماع في نهار رمضان نهار رمضان يعني حرمة الشهر كمان تعدنا عليها حرمة الصيام تعدنا عليها حضرتك مسافر إيه المشكلة أنك مسافر ورجعت من السفر يعني؟ ما انت بقى لك قديم سافر شمعنا جينا في نهار رمضان؟ ما احنا عندنا من المغرب للفجر يا أخي حكم الجماع في نهار رمضان دوت إطعام ستين مسكين إطعام ستين مسكين ولو ده انت لو صمت الظهر كله مش هتكفي اليوم اللي انت فقدته في شهر رمضان والمصيبة التانية حضرتك يمين الظهار وبتقولها صريحة كده تكوني محرمة علي زي أمي واختي يعني مش محرمة علي بس عشان نقولك طيب محرمة يعني مطلقة محرمة كزوجة خلاص الموضوع العلاقة الزوجية تنتيه لو عملت كده ده انت خلتها ظهار ويمين الظهار ما يقربش من زوجته وبعدين يصوم شهرين متتابعين شرط التتابع يعني لو فتر زي ما يقوم كده في اليوم التسعة وخمسين نقولك ما ينفعش نبدأ من الأول تاني عد كمان ستين يوم فكده ما ينفعش يعني بنلاقي نفسنا كده في أحكام وفي قضايا أحيانا يا جماعة بنحاول نلتمس العزر عشان الأسر تعيش والأسر تستمر مبقاش فيه خراب بيوت لكن فيه ناس تحس كده من اليمين انه هو بيقفلها بالضبة والمفتاح يعني مش هنعيش يعني مش هنعيش شكرا